موسيقى 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 أهلا أحبائنا ومشاهدينا في كل مكان في هذه الحلقة رح نتكلم عن رسائل سموية أو تحركات سموية في البداية أود أن أقدم أحر التهاني عيد ميلاد مجيد لأحبائنا اللي بيحتفلوا عيد الميلاد بحسب التقويم الشرقي بحب أقدم لكل أحبائنا إخوتنا الأقباط والأورتودوكس سواء في الأراضي المقدسة في الدول العربية وطبعا في مصر أكبر شريحة من المسحيين ربنا يبارككم كل عام وأنتم بخير صلاة أن تكون هاي السنة سنة مباركة سنة مثمري سنة خير وسنة شفاء تعويض واسترداد من كل النواحي ما زلنا في أجواء الميلاد أجواء الميلاد جميلة جدا وأنا شخصيا بحبها لأنه فيها إطالة يعني كل شهر ديسمبر منحتفل إلى مص يناير ونتذكر ميلاد ربنا يسوع المسيح ونتكلم برسائل متعددة سواء في اللايف شو أو في السوشال ميديا كل الغرض أنه نوضح هوية يسوع المسيح ميلاد المسيح ميلاد متميز ميلاد فريد وخليني أكرر أنه مجيء المسيح إلى عالمنا كان بقدرة معجزية مثل ما ذكرت في الحلقة اللي مضت أنه تجسد الكلمة والكلمة صار جسدا قيامة يسوع المسيح أقام نفسه من الأموات هزم الموت صرع أهوال الجحيم وهزم الشيطان لأنه رئيس الحياة ثم أحباء الصعود المسيح أمام شهود كثيرين من جبل الزيتون إلى السماء وطبعا مجيء الثاني سوف يكون من أعظم الحدث في تاريخ البشرية ولكن الشيء المميز في كل هذه الأحداث التداخلات الملائكية فمثلا منشوف ملائكة عند ولادة يسوع المسيح وبتظهر مثل زكريا مريم يوسف الرعاة وبيوحوا للمجوس إلى آخرية بتشوف ملائكة في قيامة يسوع المسيح عندما ذهبت المريمات إلى القبر والملائكة خبروا النساء اللي كانوا عند القبر ليس هوها هنا لكنه قام والملائكة اللي شجعوا التلميذ على جبل الزيتون كما رأيتموه منطلقا إلى السماء بنفس الطريقة رح يرجع إلى كوكبنا إلى أرضنا مرة تانية من السماء والحدث الأخير اللي بتشوف في سفر الرؤية عمل الملائكة كل أنواع الملائكة سواء في العرش حول العرش سواء في الحصاد سواء في الضربات وإلى آخر في المجيء المسيح ثانية بتشوف تحركات ملائكية كثيرة ولكن في هذه الحلقة في ميلاد يسوع المسيح منشوف رسائل سموية منشوف تحركات ملائكية بشكل واضح بالحقيقة أنه التجسد هو معجزة المعجزات والشيء الجميل أنه التجسد لم يأتي ليظهر عظمته فقط ولكن ليعمل ويعمل الفداء من أجل الخلاص خلاص كل إنسان فبتلاحظ في تحركات كثيرة مع أنه يا للعجب لما هيرودوس الكبير سمع عن المولود الملك أراد أن يتخلص منه وبالحقيقة قتل أطفال بيت لحم وكل الأطفال المحيطين في الكورة ومش بس حتى رجال الدين الفرسيين اللي عارفين عن النبوات في العهد القديم لما سألهم هيرودوس أين يولد المسيح عرفوا المكان والزمان كمان ولكن لم يبالوا أن يروحوا لبيت لحم يفحصوا الأمر أو يضققوا في الموضوع اتجاهلوا ولادة يسوع وهكذا اليوم أحباء في كتير ناس عاوز بمجرد أنه بتسمع عن يسوع عاوز تتخلص من الفكرة وبمجرد أنه بيعرفوا عن سمو ورفعة يسوع المسيح بيتجاهلوا ومش عاوزين يعرفوا ومستعدين أنه يعملوا ما لا يعمل في سبيل الحفاظ إما على ديانته أو على شخصيته لأنه يسوع المسيح نور والنور بيفضح الظلمة لاحظ كان فيه تحركات خليني أبتد في المجوس المجوس هم حكماء من المشرق هم اللي بيشتغلوا في القصور الملوك عندهم معرفة في علم الفلك تحركات النجوم بيعرفوا طبعاً هم حكماء دارسين بيتميزوا بالمعرفة والمشهورة في قصر الملك ولا ربما كانوا بيدرسوا نبوات دانيال عندما كان موجود في أيام الفرس وعرفوا عن هذه النبوات ولكن من لاحظ أنه إذا جاءوا من المشرق وعلى الأرجح من مناطق فارس فإذا مشيوا مش أقل من ألفين كيلومتر فإذا كان فيه نجم أو نجوم عم تتحرك وعم بيتبعوا هذا النجم طبعاً مسافة ألفين كيلومتر فابتدأوا بالرحلة على الأرجح قبل ولادة يسوع المسيح لأنه الأمر كله كان أمر معجزي ولما وصل النجم عند أورش في أورشاليم راحوا سألوا الشخص الغلط في المكان الغلط وسألوا أين يولد ملك اليهود مما اضطرب أثار يعني اضطراب هيرودوس وكل المدينة أورشاليم معه ولكن برضو استمروا أن يتبعوا النجم وهون كان فيه شيء خارق عمل خارق في هذا الموضوع النجم مكتوب وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي يعني تخيل هذا النجم وقف كأنه بيشرق بنور يعني فوق الصبي أو فوق الطفل يسوع وهون طبعاً الجدير بالإشارة أنه يسوع طبعاً ولد في مذود ولكن هون الكلام بقول أنه كان موجود في بيت وأنه صبي الظهر أنه كبر شوي لأنه طبيعة لازم تردعوا ولازم يختتن في اليوم الثامن ولازم يمشوا على حسب الطهارة شريعة الطهارة التقسية بحسب طبعاً عدات اليهود من الكتاب المقدس ومكثوا فترة لأنه إجراءات الإحصاء في أيام أغسطس بياخد وقت وأنه كونهم موجودين في بيت هذا معنات أنه كانوا فترة زمنية ولكن فلما رأوا النجم فرحوا فرحاً عظيماً جداً وأتوا إلى البيت فخروا وسجدوا له وطبعاً فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا هذا الموكب الجليل يعني المهيب أثار أورشاليم لأنه مجموعة كبيرة من المجووس اللي دخلت أورشاليم قافلة كبيرة وطبعاً كملت القافلة إلى حيث وجد الصبي قدموا له هدايا ثم أحباء منقرأ عن ظهورات الملاك الملاك جبرائيل ومنقرأ عن جوقة الملائكة جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة ابقوا معي سأواصل حديث بعد قليل موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى اهلاً أحبائي مرتاني رح أتكلم عن رسائل سماوية أو تحركات الملائكية عند ميلاد يسوع المسيح وهذا اندل على شيء بدل على التميز بدل على سمو ورفعة هذا الطفل يسوع الذي ولد في بيت لحم لتتميم النبوات الكثيرة والرموز التي قيلت عنه في العهد القديم ولكن برضو الله يعني أعطى إعلانات عظيمة من خلال تحركات ملائكية مش لا العديد من الناس لكن مع الذين قلوبهم كاملة نحوه المتواضعة الخاضعة القلوب اللي كانت بتنتظر حتى تستقبل مجيء المسيح مجيء الرب يسوع المسيح واللي ظهر أحبائي عند ولادة يسوع المسيح هو الملاك جبرايل جبرايل يعتبر ملاك البشارة اللي أعلن البشارة عن مجيء المخلص يسوع المسيح وهذا الاسم ليس غريب فنرى يعني بسفر دانيال بيتكلم عن الملاك جبرايل اللي ظهر لدانيال وعلى الأرجح ظهر له مش أقل من مرتين ممكن ثلاث مرات ظهر له وواضح أنه الملاك جبرايل هو ملاك البشارة وملاك الحرب لأنه كان بيتكلم عن زميله مخايل اللي بحارب معه وأيضا هو المشجع ولاحظ في كل البشارة في كل الظهرات اللي بيظهر فيها الملاك جبرايل دايما أول جملة لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف دايما تردد هذه الكلمة خاف دانيال وضعف فلامسه ورجعت القوة في دانيال وعلى الأرجح هو اللي قال لدانيال لا تخف أيها الرجل المحبوب فواضح من هذه العبارات أنه جبرايل كان واحد من رؤساء الملائكة له مكانة وله اعتبار مهم جدا وله قدرة لأنه قال لزكريا الواقف قدام الله وهو واحد من الرؤساء الملائكة السبعة اللي بيذكرهم سفر الرؤية إصحاح تمانية الذين يقفون أمام الله طبعا موضوع الملائكة موضوع كبير جدا في الكتاب المقدس سواء تحركاتهم إعلاناتهم خدماتهم أو يعني يعني بشائرهم وطبعا في الحصاد الأخير في المجيء الثاني لهم طبعا أعمال مهمة جدا وفيه زي يعني مكانات أو رياسات في هذا الموضوع الكتاب بيتكلم عن السرفين بيتكلم عن الكاروبين اللي هم في محضر الله بيتكلم عن سبع ملائكة رؤساء الملائكة اللي منهم جبرايل وميخائيل ورفائيل طبعا وهنا منروح لتقليد الكنسي سبع ملائكة اللي هم أسماء ولكن بحسب سفر رؤية فيه سبع رؤساء سبع ملائكة الواقفون قدام الله وبعدهم تيجي للرياسات والسيادات والسلاطين وكل أنواع الملائكة اللي بتحفظ اللي بتحرص اللي بتحمي المسؤولة عن مناطق عن الأطفال وهو موضوع جميل جدا وإن شاء الله أنه رب يعطينا سلسلة حلقات عن موضوع الملائكة ولكن جبرايل كان له عمل خاص في موضوع الميلاد ميلاد الرب يسوع المسيح فلهما كان له اعتبار واقف أمام الله زكريا عمليا الكاهن رأى رئيس الملائكة كان بيقدم البخور بيحرق البخور العطر المعطر على مذبح البخور الذهبي مذبح البخور الذهبي اللي هو في منطقة القدس في الهيكل القدس يعني المكان المقدس أقدس مكان أمام الحجاب حجاب الهيكل اللي وراء الحجاب هو تبوت العهد أو تبوت الرب اللي مغطى بغطاء الرحمة بيسموه من دهب وفوقه كاروبان يظللان هؤلاء الكاروبان يعني أمام محضر الله فلازم الكاهن بحسب القرعة أنه يدخل ويبخر ولازم البخور حرق البخور المعطر لازم يكون بشكل مستمر في هذه المنطقة المقدسة في ثلاث قطع في طاولة ترابيزة اللي هي بسموها مائدة خبز الوجوه برضو مغشاة من الذهب لازم يكون في 12 رغيف خبز بشكل مستمر وفي المنارة الذهبية برضو من ذهب خالص لازم تنير المكان منطقة القدس أمام الحجاب وبالزبط أمام الحجاب أمام قدس الأقداس في مذبح البخور اللي من من ذهب وكان في قرعة وكان في 24 فرقة ابتدأها في أيام داود الملك وطبعا ثبتها سليمان الملك أنه بحسب القرعة من هؤلاء الكهنة كل واحد إلى دور كل واحد إلى نوبي بحسب القرعة أنه يكهن لمدة أسبوع في هذه المنطقة من تنظيف من وضع البخور من الصلاة إلى آخره في هذا المكان وطبعا ظهر الملاك جبرائيل للكاهن زكريا وطبعا النبي زكريا ويبشروا بولادة يحنى المعمدان أعظم شخصية من بين المولودين من النساء اللي شهد ليسوع وأعلن عن مجيء المسيح لاحظ أنه ظهر الملاك جبرائيل بعد انقطاع يعني الصمت من دانيال لإنجيل متى أو لمجيء المسيح أعتقد فيه مش أقل من خمسمائة سن إحنا بنتكلم عن مملكة فارس وبعدها أجت مملكة اليونان وانقسمت المملكة وبعدها الرمان فإذن في مدة أو مسافة خمسمائة سنة كان فيها صمت بدون ظهور ملائكي يعني أنا بتكلم حسب الكتاب يمكن الملائكي ظهرت لناس من غير ما نعرف ولكن هذا الظهور طبعا كان مذهل كان مروع كان مخيف وكان غير متوقع ولسيما من شخص عجوز كهل رح يخدم النوب بتاعته ويرجع إلى بلده إلى عين كارم في جبال يهودة ويتقابل الملاك جبرائيل رئيس الملائكة مع زكريا وهون طبعا رجوع العلاقة من بعد انقطاع زمن طويل أكثر من خمسمائة سنة من أيام دانيال إلى الظهور إلى زكريا الكهن في الرسالة إلى العبرانيين مكتوب وأيضا متأدخل البكر إلى العالم يقول والتسجد له كل ملائكة الله وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهي بأنار فهي أرواح مرسلة من ملائكة بتعني خادم والغرض من الملائكة هي الخدمة فظهر للكاهن زكريا في منطقة القدس وهو عم بقدم البخور المعطر في هذه المنطقة ليبشروا بزيارة بجميع بمجيء شخص عظيم بولادة يحنى المعمدان ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلاً أعزائي المشاهدين حديثنا عن رسائل سماوية من تحركات ملائكية أيام أو في فترة ميلاد ربنا يسوع المسيح قلنا أنه الملاك جبرايل واحد من الرؤساء الأولين ظهر في العهد القديم لدانيال على الأقل مرتين أو ربما ثلاث مرات وبعد صمت أكتر من خمسمائة سنة نراه يظهر لزكريا الكاهن وخليني في البداية أقرأ بعض الآيات من بشارة لوقة في الإنجيل المقدس الصح الأول من آية 8 فبينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين المذبح يمين مذبح البخور فلما رآه زكريا الطرب ووقع عليه خوف فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت وامرأتك أليصبات ستلد لك ابنا وتسميه يحنى ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم هذه الزيارة الأولى كانت للكاهن زكريا أو النبي زكريا ولاحظ في ظهورات الملاك البشير لوقة بركز على ردة الفعل الاضطراب والخوف وأول جملة في الظهور دايما الملاك يردد هذه العبارة لا تخف يا زكريا لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت ودائما بتشوف يعني الملاك إله قدرة يعني هذا الملاك جبرايل بتشوف إله أعمال قديرة منها لمس مثلا دانيال حتى يرد له الحياة لأنه روحه يعني ماتت فيه من الخوف شجعه ويقوه وهنا كمان زكريا بقوله لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت وبعدين بتكلم عن فرح وابتهاج يكون للجميع وطبعا يعني زكريا وألصابات كانوا من نسل الكهنود وكانوا اتنين عقر يعني ما بيخلفوش بعدين زكريا كان كهل يعني عجوز كبير وكانت ألصابات أيضا عجوز كبيرة في العمر وانقطعت عادة النساء ولكن أحبائي كما قال الملاك عندما بشر مريم قال لها عن الإصابات لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله في تكوين 18 لما الملاك كمان بيبشر إبراهيم في ولادة إصحاق إبراهيم كان عمره مئة سنة وصاره كانت تسعين سنة يعني مستحيل أنه يخلفه مستحيل ولكن أحبائي كان سؤاله هل يستحيل على الرب شيء فالله هو الإله القادر على كل شيء والملائكة كانت بتوصل هذه الرسائل هذا الملاك أحبائي مثل ما قلت له أعمال معجزية من لمس وقوة قادرة استطاع أن يخرس زكريا وزكريا أصيب بالصنط لمدة تسع شهور حتى ولادة يحنى فكان عنده هذه القدرة ولكن الشيء المزهل كلامه لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قاد سمعت وبعد يام نشوف لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله وهل يستحيل على الرب شيء في تكوين 18 واليوم أنت عم بتشاهدني وحاسس أنه في جبل أمامك في شيء بتعتبره مستحيل عاوز أشجعك وأقول بالإيمان أنه كل شيء مستطاع لدى المؤمن لأنه الرب هو إله المستحيلات يعني إن كان لك إيمان تقول لهذا الجبل انتقل فينتقل صلاة الإيمان تشفي المريض ويمكن انتظرت طويل ويمكن في ناس بيشاهدونا عم بيصلوا من أجل النسل الصالح وطالت تق المدة تخيل كم المدة كانت مع إبراهيم وصارة تخيل مع زكريا وألي صباط تخيل الفترة الزمنية يعني في الوقت اللي خلص إنهم حتى نسيوا الطلبة ونسيوا الصلاة ولكن أول جملة بيقول له لأن طلبتك قد سمعت وعاوز أشجع المشاهدين طلبتك قد سمعت تعرفوا بتذكر كلام الرب إلى الملك ملك حزقية ملك يهودة كان ملك صالح قال له قد سمعت صلاتك قد رأيت دموعك ها أنا ذا أشفيك واليوم في ناس عم بتشاهدني عاوز أقول لك اليوم بالإيمان إنه طلبتك وصلاتك قد سمعت فقط أشكر الرب وسبح الرب وثق في وعد الرب حتى لو الأمر بيبدو مستحيل فصلاة اليوم كل مشاهد حتى لو كان عندك سرطان باسم الرب يسوع يشفى السرطان إذا الكو سنين بتنتظروا بتحاولوا كل المحاولات من أجل الإنجاب بصلي اليوم من أجل معجزة في حياتك كما فعلها مع إبراهيم كما فعلها مع رحيل مع رفقة كما فعلها مع حنة أم صموئيل وألي صباط هو قادر أنه يعملها معاك اليوم لا تخف لأن طلبتك قد سمعت الزيارة الثانية أحبائي كانت للمطوبة مريم قديسة مريم العذراء وكان بعد ست شهور بعد ست شهور مكتوبة في الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت في النساء فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية فقال لها الملاك لا تخاف يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وهأنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدس المولود منك يدعى ابن الله وهو ذا لصبات نسيبتك هي أيضا حبلة بابن في شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله اسمع ردة فعل مريم غير عن زكريا فقالت مريم هو ذا أنا آمة الرب ليكن ليك قولك فمضى من عندها الملاك يا سلام يا سلام لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله لاحظ هون التون بيختلف شوي هون الملاك عم بيكلمها باحترام بوقار لأن هذا يليق بمقام مريم أقدس امرأة وأطهر امرأة في الوجود ويكفي أن نقول حملت في بطنها المخلص ربنا يسوع المسيح له كل المجد فهي آمنت وصدقت وفعلا قالت ها أنا آمت الرب أما ظهور الثالث أحبائي وكل هذا في أحداث الميلاد كان ليوسف وخليني أرجع لبشارة متة في الإصحاح الأول بقول عن فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلدوا ابنا ويدعون اسمه عم نئيل الذي تفسيره الله معنا فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع الملاك ظهر لزكريا عند مذبح البخور الملاك جبرائيل نفس الملاك ظهر لمريم العذراء ظهر لها طبعا ظهور مباشر وكلمها وقالت ها أنا آمت الرب هذا الظهور برضو الملاك بشجع مرة ثالثة لا تخف الرسالة لا تخف وبعدين بشجع يوسف اللي كان محطار اللي كان عنده مخاوف السمعة الشكوك وعنده صراع صراع فظيع عم بمر فيه بين عقله وبين قلبه قلبه بحب مريم ومتأكد انه مريم طاهرة قديسة ولكن في نفس الوقت عم بشوف منظر أمامه انه مريم حامل بعقله عم بيتساءل في ذهنه عم يعني محتار قلبه أكيد بقوله مستحيل انه هذه المرأة تعمل الفحشاء ولكن حتى يسد كل الأبواب عمل شيء وهذا شيء بدل على شهامي وعلى كرامي من يوسف مكتوب أرادة تخليتها سرا يعني بحسب العادات اليهودية عاوز يتركها يفسخ الخطوبة اللي هي تعتبر تقريبا زي نصف زواج في تلك العادات ولكن بيأخذ معاه شهود اتنين حتى يشهد ويقول انه الطفل الحامل يعني مريم الحامل الطفل مش منه أوكي فهون بيعملها بطريقة سرية تخليتها سرا مع الرباي مع شهود اتنين بدون أي فضايح بدون أي كلام بدون تشهير بسمعة مريم أليس عجبا يسمى يوسف البار وعلى فكرة يوسف ما حكاش ولا كلمة لكن الكتاب بيحكي عنه صمت يوسف يعتبر مجلدات يعتبر مجلدات لهذه الشخصية الرائعة أنا كان نفسي انه يتكتب اكتر عن يوسف حتى بس نلقي الضوء على هذه الشخصية الرائعة جدا قال له لا تخف يا يوسف أن تأخذ مريم امرأتك عالج مشكلة الشكوك والحيرة في حياة يوسف وطبعا أكد له أنه اللي صار مع مريم هو معجزة إلهية حبل فيها من الروح القدس وفعلا كمعيل كرب عائلي أخذ مريم وكان ضروري في تلك العياء العادات أنه يكون مع مريم كزوج حتى يحافظ عليها حتى يعيلها وحتى يهتم فيها وحتى يحميها كمان ولسيما بذهابهم إلى مصر أحبائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى أحبائنا مرة تانية من واصل حديثنا رسائل سماوية كانت الرسالة لزكريا لتخف كانت الرسالة لمريم لا تخاف وكانت الرسالة لي يوسف النجار لا تخاف والرسالة الرابعة أحبائي للرعاة موجودة في بشارة لوقف الإنجيل المقدس الإصحاح الثاني خلينا أبتد من آية 8 وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخاف خوفا عظيما فقال لهم الملاك لا تخاف فهأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وهذه لكم العلامة تجدون طفلا مقمط مدجع في مذود وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر أوليس عجبا أحبائي من كل بقاع الأرض الملاك يعني الملاك اللي ظهر ليوسف في حلم على فكرة مش معروف إذا كان الملاك جبرائيل أو غيره والملاك اللي ظهر للرعاء نفس الشي مش مكتوب اسمه ولكن أليس عجبا أنه من كل الكوكب الأرضي مخترش بقعة إلا في أرض فلسطين أوليس عجبا من كل المدن الكبيرة والصغيرة والمتواضعة مخترش إلا بيت لحم أوليس عجبا مكان الولادة لم يولد في أورشاليم في القصر ولم يولد في في قصور الرمان أو الفرسيين أو الحكماء ولكن ولد ووضع في مذود حقير أو ليس عجب أنه من كل سكان الأرض الله مخترش إلا بقعة صغيرة اللي هي بسموها عندنا اليوم حقل الرعاة هذا المكان اللي كان فيه قصة الحب بين بوعز وراعوث حقل الرعاة الموجود في بيت صحور اليوم هذا الحقل طبعا هو بأسفل الوادي ولكن يطل على البلدة بيت لحم شرف مجموعة من الرعاة اللي كانوا بيحرسوا الغنم لكي يتعاطف مع هذه المجموعة لكي يكون يعني هو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف ولكي يكون كما قيل عنه حمل الله بلا عيب فكانت الرسالة لا تخافوا ها أنا أبشركم بمجد أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب إنها بشارة الصلح العظيم اللي المزمع كان يتم على الصليب في أورشليم السماء الطاهرة عانقت أرض اللعنة والخطية سمع بشارة مفرحة مشجعة مناظر جميلة عظيمة من جوقة لا تستطيع أن تعدها أو تحصيها جوقة ملائكة ظهرت فوق بيت صحور للرعاة المجد لله هكذا خاطب سكان السماء سكان الأرض إنه عيد الفرح مع الملائكة نعم أحباء ظهر ليوسف مرة خامسة ولكن هاي المرة بحلم مرة تانية للحماية للهرب إلى مصر للإعالة حتى يهتم بالعيلة المقدسة ولتتميم النبوة من مصر دعوت ابني الله بيتعامل بطرق متنوعة غير محدودة هذا لا يسعني أن أذكر الآية الموجودة في سفر الخروج إصحاح 23 والآية من 20 إلى 23 بس عاوز أقرأ جزء منها هأنذا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجي بك إلى المكان الذي أعددته بكمل بقول لأن اسمي فيه اسم الرب في الملائك وطبعا هذه البشارة لابد أن الملائك تحمي عادة لما من روح على عين كارم وين مريم زارة الإصابات بيسألوني طب كيف شاب صغير عمره 15 سنة أو 16 تترك الناصري وتمشي لوحديها في جبال يهودها ما كانتش خايفة لا ما كانتش خايفة لأنها كانت محمية بجيش من الملائكة لتتميم مقاصد الله وعندما ذهبوا إلى مصر كمان كانوا محميين من الملائكة بغض النظر شو ممكن يواجهوا من مخاطر الطريق أو اللي رح يواجهوا في مصر ولكن الله دايما بيرسل ملاك حتى يحفظ وحتى يحمي لاحظ الكلام لأن اسمي فيه قبل ما أكمل أنا عاوز أخد مكالمة أو اتنين بدي أخد المكالمة الأولى أبو مهند أهلا وسهلا أبو مهند أنت معانا على البث المباشر مساء الخير كل عام وانت بخير أبو مهند كل عام وانت بخير وحرق صحة وسلامة أنا كنت عم بتكلم عيد ميلاد مجيد الله يباركك من أحد أحباد الرعاة الذي نبشرهم الملاك في ميلاد المسيح أكيد أنت واحد منهم كنا ونحن أطغار أخرج من حفل الرعاة وأنت تعرف بيتنا أين يقع كنا نرط دائما حلم بنا معشر المؤمنين إلى بيت الأحم نسر منشدين وحيث نرى سيد العالمين سنجد بحب له خاسعين مليك الملائك السرمدي من العرش جاء إلى المذودي فبرب البري تفنق ونهدي له المد طائعين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر يجب أن نقدم المجد لله حتى يعم السلام في البلاد ونعيش في مصر هذه معنى النقاط هذه الثلاث المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر شكرا هكذا يجب دائما أن نرطل هذه الترنيمة الترنيمة الخالدة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر ولك أجمل تحية أيها الأخ العزيز نزار شهيد شكرا جزيلا أخ أبو مهند أم أم بالصلاة لأنها الآن هي عملية عملية في ظاهرها والآن هي تركض في سرير الشفاء عملية خطرة جدا بإسم الرب يسو صلي أجل شفاء في يوم عيد الميلاد كانت تقضع ليد الدكتور في أهاله العملية وشكرا لك لأنك استمعت لي أيها الأخ العزيز ربنا يبارك كل عام أنت بخير وأنت بألف خير وعيد ميلاد مجيد وسنة طيبة لك أيها الأخ الكريم شكرا جزيلا أبو مهند ربنا يبارك أبو مهند هو أصله على فكرة من حق للرعاة كيف شاءت أنه كان بينتظر على التلفون وأنا تكلمت عن حق الرعاة رح نذكر زوجته في الصلاة وكل اللي بيسمعونا كمان يصلوا من أجل زوجة أبو مهند رح أخذ كمان مكالمة من الأخت مريم من مصر أهلا وسهلا أخت مريم أنت معانا على الهوى أهلا يا حضرة الأسيس أهلا بيك كل سنة وانتو طيبين وانتو طيبة شكرا كتير أنا متشجعة جدا بالأنوان الحلقة لأن فعلا ربنا بيكلمنا بكل الطرق ومش بس بيكلم شعبه وبيكلم كمان الناس الثانية فعندنا مثلا مثلا في كتاب المقدس عن المجموس اللي هما ما كانوش من شعب الله وكانوا من بعيد جدا لكن بإعلان إلهي من ربنا وصل لهم أن المسيح اتولد في المكان ده وفضلوا ربنا معينه فمن المنطلق ده أسيس لأن دي بتعمل شوية تتراجل عند المؤمنين اللي حتى مشين مع الرب ويحبوا الرب ومش عايزين يكونوا مشين أبدا بمشيئتهم الخاصة فدايما يعني يدوروا على مشيئة الرب في حياتهم متعاد بيقوا محترين هو ده صوت الرب ولا صوت الرب يعني أنا عارفة أن حضرتك شخص رب نشيئة الرب لحياتنا وإزاي نسمع صوت الرب وإزاي نبقى متأكدين إن ده مش صوت من النفس لكنه صوت من الرب طبعا لو في حاجة كمان بساعد أن يكون حاجة كتابية أو حاجة عارفين إنها مش عكس الوصية نكون شكرين برضا ربنا أمين شكرا كتير يا أخت مريم فعلا يعني بدل ممكن جواب بسريع كل إنسان بيختبر الرب يسوع المسيح بيسمع صوت الرب خرافي تسمع صوت الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة فإذن الروح القدس الساكن فينا بيكلمنا كلمة الله يعني نسمع صوت الرب من خلال الكلمة كلمة الله لما نقرأها من اختبر مشيئته ممكن نختبر مشيئة الرب في الكنيسة في الأقوال في كذا الظرف والله غير محدود ولكن لازم كل شيء يكون بحسب مشيئة الرب وحسب كلمة الله ولكن رح نخصص حلقة مخصوص لأنه كيف تسمع وتميز صوت الرب ولسيما بين الأصوات الكثيرة في هذا العالم احنا مثل ما قلنا انه ظهر لدنيال قال له لا تخاف ظهر لزكريا قال له لا تخاف ظهر للمطوبة مريم قال لها لا تخافي ظهر ليوسف قال له لا تخاف ظهر للرعاء قال لهم لا تخافوا كل يعني ظهور كان في رسالة خاصة ويريت يعني في هاي الفترة نقرأ انجيل متى اصحاح الأول والتاني وبشارة لوقة اصحاح الأول اصحاح التاني اربع اصحاحات في بشارة متى وبشارة لوقة حتى نشوف كل هاي الرسائل اللي تكلموا فيها الملاك او الملايكة وطبعا جوقة الملايكة تعتبر اعظم بل اكبر جوقة في التاريخ يعني قديش في جوقات في هذا العالم تقرأ عن جوقات من الاف ولكن لا تقارن بالجوقة الملايكية ملايكة السماء واكيد اصواتهم اصوات جميلة جدا في تناغم او انسجام تام واكيد يوم من الايام احنا رح نشترك معهم في هذا التسبيح لما نكون معهم في السماء عاوز بالفترة الاخيرة احبا اقول انه رسالة الميلاد هي رسالة ايمان زي مريم ليكن لي كقولك عارف مريم تعتبر مثال لكل مش بس الاخوات لكل من يشاهد كانت العذراء الطاهرة ولاحظ عدة امور لما سمعت كلام الملاك قبلت الكلام امنت بالكلام صدقت الكلام امتلكت الوعد مش بس امتلكت وتحركت في الوعد كتير مراك منسمع بس ما منخدش الخطوة واليوم انا بصلي انك تعمل مثل مريم امنت صدقت امتلكت وتحركت تحرك تحرك اليوم صمم ان يكون في ميلاد جديد في حياتك اليوم تقول له يا رب ارحمني انا الخاطئ فهي رسالة ايمان ولسيما من مثل مهم كتير مريم الناصعة مريم الخاضعة القانعة المتواضعة اليافعة ممكن تقول عنك كل الكلمات الجميلة يكفي انها قالت انا امت الرب انا امت الرب يعني انا عبدي لرب رسالة الميلاد هي رسالة مجد المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام كل لاحظ الانجيل ولا سيمة في انجيل يحنى يتكلم عن مجد المسيح والرب يسوع وجه هذا المجد للآب قال فليضئ نوركم قدام الناس فيروا اعمالكم الحسنة ويمجد اباكم الذي في السموة كتير من المعجزات مجد الله في مجد في كل يعني قدرة الله في عظمة الله فواضح انه فعلا هي رسالة مجد رسالة الميلاد هي رسالة السلام وعلى الارض السلام السلام المنشود اللي انا سنين منتظره ولكن مكتوب عن يسوع لانه هو سلامنا مكتوب عن يسوع انه رئيس السلام وانه اله السلام مكتوب عن يسوع المسيح او كما قال سلامي اترك لكم سلامي اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا سلام المسيح سلام دائم سلام ابدي سلام بغض النظر شو الظروف والإضطراب والهيجان اللي حوالينا أنا عم بتمتع في سلام المسيح اللي فعلا هاي كانت هي رسالة السلام رسالة الميلاد هي رسالة الخلاص أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص رسالة الميلاد هي رسالة مش بس الخلاص هي رسالة الفرح كل اللي تعاملوا في قصة الميلاد الشخصيات كلهم كان عندهم فرح وبالناس المصرة بتفسير آخر بالحائزين برضا أي برضا الله هللت السماء ابتهجت الأرض فرح حقيقي كما قالت مريم فتبتهج روحي بالله مخلصة رسالة الميلاد هي رسالة العطاء رسالة قدمت السماء المخلص الوحيد ربنا يسوع المسيح المجوس قدم هدايا ذهب ولبان ومر المسيح الملك المسيح الشفيع المسيح المخلص رسالة الميلاد هي رسالة فرح هي كمان رسالة محبة والمحبة دايما فيها غفران عاوز أقول لكل من يشاهد لا تضوع وقتك اغفر خد هذا الوقت أنه تقدم الغفران وإلا ليه بتحتفل بالميلاد إذا ما عندكش غفران وعاوز أقول أحبائي لما بطلع على كل الزينة رسالة الميلاد رسالة البهجة رسالة الطفولة هيرودوس كره الطفل يسوع قتل أطفال بيت لحم واليوم أحبائي إحنا المفروض نوقف مع الأطفال المشردين المظلومين اللي حقوقهم مهضومة اللي في كتير بلدان بيعملوا كعبيد وكتير في بلدان عم بيقوموا حتى بيجندوا أطفال جيش بيغسلوا دماغهم في الأمور الدينية رسالة الميلاد هي رسالة يسوع المسيح اللي جاء من السماء إلى الأرض حتى يقدم الخلاص وفي النهاية أقول كل عاموا أنتم بخير إيه الهديلة ممكنت تعطيها ليسوع قلوا يا رب أنا بعطيك حياتي اليوم بتوجك رب وملك على قلبي وحياتي بدعوك حتى تكون أنت مخلصة سامحني على كل خطية اغسلني بدمك طهرني وأنا بقبلك اليوم رب ومخلص على حياتي بصلي أنك قبلت هذا الشيء من كل قلبك اكتب لنا بحب أسمع منك والرب يباركك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر